أحوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملق وهو على كل شيء قدير الذي هلق الموت والهياة ليبلوكم أيكم محسن عملا وهو العزيز الغفور الذي هلق سبع سمابات طباقا ما ترى فيها الك الرحمن من تفابوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر هاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياتين بعتذنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمع لها شعيكا وهي تفور تكاد تميز من الغيل قل لما ألقي فيها فوج سعى لهم هسنتها سعى لهم هسنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى كد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في غلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكل ما كنا في أسحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسهكا لأسحاب السعير إن الذين يحشون ربهم بالغيب لهم معفرة وأجر كبير وأزروا قولكم أبجهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من هلق وهو اللتيف الهبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رسكه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يحسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذيرا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيرا أبا لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرين إلا في ورور أمن هذا الذي يرزقهم إن أمسق رسقه بل لجوا في عتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدا أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم كل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئد كليلما تشكرون كل هو الذي زراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم إن ذا الله وإنما أنا نذير مبين